النشاط اللي حصل في مصر يعني بص من الصبح للنهاردة فيه كم حاجات كتير حلوة بتجرى يعني لسه بنتكلم على النيباد ومصر وترقصها للنيباد وما إلا ذلك وده رائع وجميل أكتر من اجتماع حاصل رائع وجميل بس أنا بالنسبة لي الاجتماعات المتعلقة بالتصنيع بتفرحني قوي تفرحني لأنه أنا من الناس اللي مؤمنة جداً بأنه الصناعة دي هي قاطرة القاطرات في أي اقتصاد في الدنيا وما ظنش أن دي فيه أي حد ممكن يكون بيختلف عليه أنواع الصناعة المختلفة أياً كانت أي تصنيع بيحصل هو قيمة حقيقية لأي اقتصاد في أي دولة أي تصنيع عن تنمية كوادر أي تصنيع يعني تغطية تحتياجات محلية أي تصنيع قد يدفع خد بالك بقى هنا قد يدفع لأنه فيه تصنيع ممكن يدفعك للتصدير وفيه تصنيع لو ما ورهوش رؤية تمامش هتصدر اللي احنا عندنا أو اللي احنا بنشتغل عليه احنا عندنا رؤية أيمة بالأساس على فكرة التصدير مش بس تغطية الفجوات في المستهلكات أو الاستهلاك الوطني أو الداخلي النهاردة الحكومة وقعت على ثلاث اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات مع عدد من الشركات أو شركات السيارات المحلية والعالمية أنا عارف اسم الشركتين على سبيل المثال الشركتين موجودين في مصر يعني ليهم هنا مصانع في مصر بقالهم فترة اللي أنا أظن أن التصنيع اللي جاي ده هو تصنيع في إطار سيارات صديقة للبيئة يعني على حسب ما حاولت قاعد أفند في الأخبار قدر ما استطعت عشان أوصل إلى طيب ده هيختلف عن العربية اللي احنا مثلا بنجمعها أو نصنعها محليا إلى آخر وبالمناسبة فيه جزء من الصناعات المغزية المهمة في صناعة السيارات بتتصنع هنا في مصر يعني فيه مصنع من المصانع اللي عندنا ده بيصنع الاستوانات بتاعة الفرامل بتاعة واحدة من أغلى وأرقى السيارات الألمانية على سبيل المثال مثلا يعني هتقول لي لا ما احنا بنصنع سيارات ألمانية في مصر أو بنجمعها محلين هقول لك صح مظبوط عندنا هنا مصنعين لكن أنا بتكلمك على أنه المصنع اللي عندي في مصر بتاع استوانات الفرامل ده ده اللي بيتصدر بعد كده الألمانية يعني أنت بتصنع هنا وتودي لألمانية طيب تعالي أرجعك للاتفاقات الإطارية التلاتة بتوع النهاردة إيه الهدف؟ الهدف إنه يحصل تعاون ملزم خد بالك بقى ملزم ما بين ممثل الحكومة والشركات اللي مضت معنا على الاتفاق طيب علشان نوصل إيه؟ إحنا عندنا حاجة اسمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وخصوصا السيارات صديقة البيئة دولة رئيس الوزراء أكد على هامش توقيع الاتفاقيات دي إن البرنامج بيعتمد بالأساس على القطاع الخاص لتحريك عملية التنمية أما الحكومة فدورها إنها تقوم بتوفير البيئة الملازمة الموتية لتعزيز ازدهار في صناعة السيارات على المدى الطويل وده بحيء عن طريق إيه بقى الربط ما بين النظام العالمي للإنتاج وما بين التجارة وزير المالية الدكتور محمد معي تأكد إن الوزارة أو أكد إن الوزارة بتقول إنه صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة هيتولى إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر ومعدلة حساب أو احتساب الحافز اللي هيستحقه المصنع اللي بينضم لهذا البرنامج طيب مين اللي هيقرر؟ اللي هيقرر ده وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناء على معايير المعايير هي إيه بقى؟ أربع معايير القيمة المضافة محلياً حجم الإنتاج السنوي ده معناه أنه كلما زادت القيمة المضافة محلياً الحافز بتاعك خد نقط كلما إنتاجك السنوي زاد خدت نقط كلما حجم استثماراتك زاد خدت نقط كلما حصل توافق بيئي لمحرك السيارة خدت نقط زيارة يعني توافق بيئي يعني معدل الإنبثاء الإنبعاتات الضارة بتاعتك عمال بيئيل واخد بالك ده برضو معناه ان انت باصص على السوق الاوروبي يعني انا ممكن اخذ عربيات من اللي بتتصنع كانت او بالاساس سيادات منشأ اوروبي ابدأ اصنع هنا وعمل اعادة التصدير اعمل سوق الاوروبي ده سوق صعب جدا في انك انت تخترقه بالمناسبة عربيات بتتصنع في الولايات المتحدة الامريكية اصنعها هنا وعمل اعادة التصدير سواء اذا كانت لاوروبا او للشرق الاوسط او لافريقيا او يعاد تصديرها الولايات المتحدة الامريكية مرة تانية يعني انا اصنع هنا وهو الامريكان هياخدوها مني اه بتحصل يعني وبتحصل في مركات كتير سواء اذا كان عندي ولا عندي غيري هصنع هنا والاوروبيين ياخدوها مني ايو يا فندم والله بتحصل سواء اذا كان هنا او في بلاد تانية برضو عندها مصانع لسيارات اوروبية وبتعمل اعداد التصدير دي بتبقى لها حسبة تانية خلص متعلقة بفكرة التكلفة وفتح الاسواق وما الى ذلك